الغلط بالبقرة المفروض كل الطريقة تحضر ريحة أسعار اللحوم بالعراق ارتفعت فجأة قبل هذا الآن تحدثون عن 24-25 شنو السبب بارتفاع الأسعار؟ بأسباب هو أولاً عالمياً ارتفاع هذا الكل كل دول العالم أسعار ما عاد لمستوردها نحن عن الحم لا نستورد نحن اللحوم نستوردها من الخارج فمن تجي أسعارها غالية بالتأكيد ستكون غالية هل تعال لحم العراقي الثانية الأغنام بالعراق عندها بوسم أو فترة معروفة عنها هي فترة التربية التي هي الآن من بدأ الأمطار إلى شهر أربعة أو نصف أربعة فترة الرائعة هذا كلها يطلعون إلى البادية بادية السماوة بادية النجيف بادية الأمبار تطلع بكميات كبيرة هذا يقول لك أني أربط هذه الفترة وأبدأ أكثر وأكبر وأسمن وأبدأ أن أزل لذلك المؤمل إن شاء الله إحنا سوينا سلسلة إجراءات يعني 12 إجراءة في الوزارة سويناها لأنه تشلنا مواجهة شهر رمضان ومعروف بالعراق شهر رمضان وكل العالم تصعد الأسعار أكو بيها فرق الحمد لله كل المواد وعدي نشرة واليوم أنا طالبة من الأخوة قارن بينه لا زالت كل الأسعار وضحها طبيعي إلا اللحوم باقية طبعا هي كان سعر اللحم 18 بالنسبة بنجملة أنا أتحدث 18 ألف دينار للأغنام و 15 ألف دينار للعجول اللحم العجل باقية نفسها ليش لأن سوينا إجراء وإلا إحنا كنا نتوقعها لو مو هذه الإجراءات كان وصلنا إلى 30 أو 25 ألف دينار لأننا سوينا إجراء في هيئة الرأي خفضنا القمر 50% على استيراد الأبقار طبعا هذا مبلغ كبير جدا يوفر للمستثمرين اللي جايجون وبالتالي نزل من الأسعار جور الفحص وجور الخدمة اللي يقوم بها الدوائر البيطرية يعني المستثمر الآن على سبيل المثال آخر شحنة اللي يجد فيه الباخرة الكويتية 19 ألف رأس عجل 19 ألف رأس عجل نجلت خلال الأسبوع الماضي أثرت وحافظت لي أنه في شهر رمضان مرتفعة الأسعار مثل ما قال متوقع توصل للثلاثين الآن عندي كمية 12 ألف خلال يوما راح توصل أيضا باخرة بعدها باخرة بـ 17 ألف خلال إن شاء الله الأيام القليلة القادمة أنا أتوقع خلال شهر إن شاء الله راح يكون فارق ونزول بأسعار اللحوم الحمراء تحديدا لأن هي تحدينا الآن الحمراء اللحوم الدجاج اللحوم الأسماك باقي على سعب والباخرة البرازيلية هي هاي الباخرة الكويتية صارت عليها مشكلة صار شوف أستاذ وبعدين اتضح ما بيها شي يعني هذا أذكر لك هذا الفقرة نحن صدرنا القرار اليوم في هيئة الرأي تخفيض القمر تخفيض الفحوص تسهيل إجراءات الاستيراد يجون يوضعوا في حضائر قلنا مباشر يطلع التعاقد مع المزارة رفعنا 12 إجراء سوينا في الوزارة وكنا أنه حريصين أنه فعلا خلال شهر رمضان على الأقل نحافظ ونبدأ ننزل بالأسعار مباشر ثاني يوم الباخرة هذه اللي محملة في الباخرة اسمها الكويت أو الكويت كويت اسمها كانت في كيب تاون في هذه الجزيرة جزيرة صغيرة باخرة محملة 19 ألف رأس عجل صور توقف في جزيرة صغيرة ما مسموح للباخرة أثناء بحارها متر من فضلات الحيوانات إلا بعد خروجها من المياه الإقليمية ما مسموح لها طبعا الأبقار شون يجيبوها أو العجول ما يجيبوها إلا بعد عملية فحص إلا الدولة منظمة الصحة ما مأشرة على أنه هذه الدولة بيها أصابات أو بيها مشاكل صحية تجرى عملية فحص إلها قبل تحميلها في حضائر يلا الدور يبدون يصعدوها بالباخر صعدوها هذه المسافة اللي ماضية عليها حوالي أيام كثيرة من ترسي وهذه الكمية الكبيرة من الأبقار شقد راح تكون طبعا بيها رواح متأكيد حضيرة الآن من أربع أو خمس أبقار شوف الرائحة من عندها أي منطقة تبعي حسن المشكلة بالرواح أي هذا فاش طلع يتكيب تاون طلعوا قالوا يا بقى رواحها غريبة بهذه الباخرة فصار الخبر صار الخبر أنه نفوق وهلاكات من جدت الباخرة للعراق طلعنا الفريق الفني طلعنا تواصلنا مع المستثمر شنوه الخبر لأنه يأخذ إجازة من عندنا من الوزارة قال ما عندي وكادري ما عندي ولا بقرة ولا شيء اسم منافق فقط إنه بس خرجنا من المياه الإقليمية عالجنا الوضع لترمى الدور الفضلات الحيوانات ومشى الوضع وما عنده شيء بالعراق سوت الحكومة نتيجة الضغط الإعلامي اللي صار وقفوها بالمياه الإقليمية ما دخلوها بقت على بعد 62 60 كيلو ساعة 12 بالليل وصلت دخل الفريق دخلناه من خلال تعاون من السيد وزير الدقل الجزاء الله خير دخلوا كادر الوزارة اللي هو بيطرة فحصوا ما لقوا أي مشكلة بالباخرة ودخلت والحمد لله دخلت الآن الأسواق إحنا هذا الجو تدري مرات يثار خصوصا اللي ضرروا من عملية نزول استهداف لا اللي يضررون تدري أكو ناس مثلا هو مربي وعنده كميات يقول لك أنا إذا نزل اللحم الآن وأنا حاسب في رمضان يوصل 30 ألف دينار ما يلي طبعا يصير الغلط بالبقرة مفروض كل الطريقة تحضر ريح والله يا أستاذ نجو أعتادينا المشكلة الجو الإعلامي أحيانا يستثمر بطريقة سلبية ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة